سلام عليكم يا أملاً يترقبه الصغير قبل الكبير يا أملاً تنتظره القلوب والعيون الذين أدمنوا المخدرات في كل بقاع الأرض مسختهم هذه المخدرات يا بقية الله وعادوا كائنات غريبة ومع ذلك يبحثون عن الأمل هم لا يعرفونك لكنك أنت الأمل المشافي تزداد يوماً بعد يوم وأعداد المرضى تتفاقم وكل مريض يتألم يتوجع يعيش غربة المرض وللمرض غربة للمرض غربة ووحشة كل الذين يعيشون غربة المرض ووحشته يتعلقون بأمل يبحثون عنه هم لا يعرفونك لكنك الأمل الذين في السجون وحتى الذين في جحور الرذيلة يبحثون عن أمل هم لا يعرفونك والله لأنت أنت الأمل يا أمل الجميع ماذا أقول لك قلوبنا مشتاقة إليك وما قيمة هذه التعابير سلاماً يا بقية الله سلاماً يا إماماً أنت كل ديننا وأنت جوهر عقيدتنا سلاماً يا قائم آل محمد سلاماً يا من تنتظرونه وتتشوقون لرؤيته لا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أتمنى أن أشرح هذه المناجيات وهذه الأدعية وإنني لأشعر بأنس ولذة وأنا أتجول بين عبائرها لكنني لا أجد وقتاً هذا هو الذي يحول فيما بيني وبين أن أطيل الوقوف في هذه الأفنية المطهرة وفي هذه الساحات الطاهرة هذه كلماتهم وأدعيتهم هذا هو الطعام الحلال الطيب لعقولنا أما ذلك الذي في كتب علم الكلام وفي كتب العقائد الحوزوية فتلك القذارات والنجاسات وذلك هو الطعام المحرم القذر النجس أتحدث عن طعام العقول والقلوب من مناجات العارفين إلى المناجات الشعبانية وهي من مناجاتهم المعروفة صلوات الله عليه ماذا نقرأ فيها؟ هذه المضامين مثل ما حددتكم سابقاً هناك أشياء ليست للذوق كما نشاهد هذا في محلات بيع الحلويات أو هناك بعض أنواع العطور في محلات بيع العطور لا نستطيع أن نجربها وضعت في أماكن مغلقة وهناك زجاجات بإمكان الإنسان أن يجربها هذه المضامين لا هي للذوق ولا هي للشم للمشاهدة عبر الزجاج من بعيد لكن هناك قضية ستلاحظونها واضحة من أن هذه المضامين لا تتحقق إلا بتوفيق من صاحب التوفيق ومن هو صاحب التوفيق إمام زماننا فهو سيد الغيب وخزائن الغيب تحت يده وهو سيد النور وخزائن النور ما بين أصابعه صلوات الله عليه هكذا نقرأ في المناجات الشعبانية إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك مثل ما قلت لكم هذا للمشاهدة عبر الزجاج فقط لا هو للذوق ولا هو للشم هذا مو أكلنا هذا مو أكلنا إحنا أكلنا هذه الأوساخ الموجودة في كتب مراجع النجف هذه قذارات كتب العقائد مثل عقائد الإمامية مثل شرح التجريد مثل شرح الباب الحادي عشر من هذه الكتب أكلنا هو هذا وأكلكم هو هذا أحاديث الوائلي كتب محمد باقر الصادر كتب محمد عسيان فضل الله كتب الخوئي كتب أولاد السستاني هذا هو أكلكم هذا الأكل بالجام خان ما توصلون إليه هذه هي الحقيقة وأنا وياكم أنا لا أستثني نفسي من هذا ما إحنا واقعين بنفس الحفرة في نفس هذا الكنيث إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا هذه البصائر وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك هل نستطيع ذلك من دون المعصوم نحن على مستوى الألفاظ على مستوى وصف الله بحدود اللغة القاصرة لا نستطيع لا نستطيع أن نصل إلى ذلك إلا عبر ما يأتينا من المعصوم فما بالكم والحديث هنا عن عظيم هذه المعاني إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك عين الله الناظر هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان لنا من قوة نظر بعيون قلوبنا فإن الطاقة تأتي من عين الله الناظر عين الله الناظر هو الحجة بن الحسن إذا كان لنا من عين ناظرة في قلوبنا فإن طاقة النظر وقدرة البصر وقوة الإدراك فيها يأتي بفيض وبتوفيق من عين الله الناظر القوة تأتي من هناك وطاقة تتنزل علينا من هناك من عين الله الناظر إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك هل أستطيع أن أصل إلى هذا بحدود طاقتي مثل ما يقول عرفاء الشيعة هؤلاء الخائبون الفاشلون الذين ركب عليهم إبليس وخدعهم من أنهم يستطيعون أن يصل بأنفسهم فأخذهم إبليس في متاهة بعيدة عن الله ولذا يستعنسون بأشعار الشعراء الصوفية بشكل عجيب بنحو أكثر مما يستعنسون بأحاديث العترة الطاهرة وبكلماتهم صلوات الله عليهم إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور نحن هكذا نقرأ في أحاديثنا من أن السجود على تربة الحسين هذا السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السب السجود على تربة الحسين يكون سببا لأن تخترق صلاتنا كل الحجب فيما بينها وبين الله هذا قطعا إذا كان السجود على تربة حسينية وإذا كان السجود في صلاة علوية لا أن نصلي ونحن لا ندري إلى أي جهة نتوجه لا أن نصلي ونحن هكذا نعتقد كما علمنا هؤلاء الأغبياء الذولان في النجف من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة ذكر علي يبطل الصلاة والسجود على تراب هذا التراب من تراب كربلاء تراب لا قيمة له لكنه ينسب إلى حسين فهذا فهذا التراب يعطي لصلاتنا طاقة تخرق الحجب فيما بيننا وبين الله وذكر علي يبطل صلاتنا والله لا تستحق عقولكم أن أقول التف عليها لا تستحق عقولكم أي والله أن أقول التف عليها فهي الدون ذلك فتراب ينسب إلى حسين يعطي الصلاة طاقة تكون خارقة للحجب فماذا لو حلت معرفة حسين بشكل حقيقي في العقل والقلب حينئذ تتحقق هذه المعاني ولكن أن لنا بهذه المعرفة قلوبنا مظلمة بقذارات الثقافة الناصبية عقولنا متسخة بأوساخ الثقافة الناصبية عسا هبختهم كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية عسا هبختهم أبخت ذول القاعدين بالنجف هؤلاء اللصوص الذين سرقوا ديننا وسرقوا عقائدنا وسرقوا عقولنا وسرقوا قلوبنا وسرقوا أموالنا أيضا عسا هبختهم قطاعوا الطرق هؤلاء الذين قطعوا الطريقة فيما بيننا وبين الحسين قطعوا الطريقة فيما بيننا وبين إمام زماننا قطعوا الطريقة فيما بيننا وبين تفسير علي وآل علي لقرآنه قطعوا الطريقة فيما بيننا وبين المضمون الصحيح لبيعة الغدير هكذا فعلوا فينا فكيف تتحقق هذه المعاني وهذه المضامين أئمتنا حينما علمونا هذه الأدعية هل أرادوا منا أن نقرأها دون أن نفهمها ما هو علي هو الذي يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كيف نفهمها بهذه العقول المظلمة المتقدرة بالثقافة الناصبية كيف نستطيع أن نتواصل مع هذه المضامين العالية مع هذا الواقع القذري بكل القذارات الناصبية التي جاءتنا من النجاف نذهب إلى فاصل هذه المناجات بحسب ما هو معروف في كتب الحديث وفي كتب الأدعية والمزارات رويت عن جميع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأهميتها رويت عنهم جميعا إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك حينما يكون انقطاعي في أكمل صوره إلى إمام زماني هذا هو الانقطاع إلى الله إلهي 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 هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة ومعدن العظمة هم في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وأعظم العظمة تجلى في الحقيقة المحمدية العظمة ومنها تجلى في محمد وعلي وفاطمة أئمتنا وسادتنا في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من أئمتنا وسادتنا من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك الذي يناديني هو المعصوم الله لا يناديني الله ينادي المعصوم المعصوم هو الذي يناديني كان سلمان محدثا الصادق يقول كان سلمان إنه سلمان المحمدي كان سلمان محدثا يخبرنا الصادق من أنه كان محدثا عن إمامه أما محمد وآل محمد فهم محدثون عن الله سلمان وأمثال سلمان محدثون عن أئمتهم المنادي الذي يناديهم إمامهم إلهي إلهي اجعلني ممن ناديته فأجابك في رواياتنا الصوت الذي سمعه موسى من الشجرة من شجرة الطور وذلك النور الذي أشرق وتلك الكلمات التي كلم الله بها موسى بحسب الرواية عن أمير المؤمنين إنه صوت الحجة ابن الحسن قد يسخر النواصب من هذا فليذهب إلى الجعيم وقد يشكك الذين يقبعون في النجف فليذهب إلى الجعيم هذه روايات وأحاديث محمد وآل محمد إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين زهده في الدنيا جعله على هذا الآمر إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك كل ذلك بالتوفيق قطعا للتوفيق مقدمات وأول هذه المقدمات العقيدة السليمة مرارا وكرارا أقولها من أن العقيدة السليمة هي الشرط الأول لخدمة إمام زماننا وخدمة إمام زماننا هي التي تقودنا لمثل هذه المواقف التي حرمنا منها بسبب انعدام العقيدة السليمة عندنا وما هذا البرنامج إلا محاولة أنا لا أعطي ضمانا بالذي قلته إنها محاولة ولا أطلب منكم أن تسلموا لقولي سلموا لقول محمد وآل محمد فقط لا تسلموا لقول غيرهم الدين دينهم والإمامة إمامتهم والعبادة عبادتهم والجنة جنتهم خلق الله الجنة لمحمد وآل محمد هكذا نقرأ في أدعيتهم وفي رواياتهم وأحاديثهم الجنة جنتهم والقيامة قيامتهم والحساب على قوانينهم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم الحساب حسابهم والصراط صراطهم إن كان في الدنيا فهم وإن كان في الآخرة فهو الجسر الممدود على جهنم الصراط صراطهم لا يجوز أحد إلا بسك من علي والعلي عليهم والقرآن قرآنهم والأدعية أدعيتهم والمناجيات مناجياتهم فلماذا نشرق نغرب نذهب يمين نذهب شمالا والحقائق بين أيدينا واضحة كما قال الكاظم لأصحاب أبيه إلي إلي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إلى محمد وآل محمد من أجمل الكلمات التي نطق بها الكوميت الشعر المعروف الكوميت ابن زيد الأسدي كما يحدثنا التأريخ من أجمل كلماته ليس في أشعاره مع أن أشعاره من أجمل الأشعار التي قيلت في آل محمد لكنه تكلم بكلمات هي أجمل من كل أشعاره بل من كل أشعار الكون في اللحظات الأخيرة من حياته قبل أن تخرج روحه من جسده هكذا يحدثوننا آخر كلمات قالها آل محمد آل محمد آل محمد وودع الدنيا إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا أي توفيق هذا فناجيته سرا وعمل لك جهرا مر الحديث عن الألطاف الجلية والألطاف الخفية لإمام زماننا وكيف يتواصل مع أشياعه وأنصاره والمخلصين من أوليائه إلى أن تقول المناجات الشعبانية الشريفة إلهي إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج إنه الحجة بنو الحسن اللهم إني أسألك من نورك بأنوره فنور الذات الإلهية ليس فيه من درجات إنما الدرجات في النور المتجلي من الحقيقة المحمدية لماذا لأن الحقيقة المحمدية تتواصل مع الخلق بسلاسل الأسباب والعلان وسلاسل الأسباب والعلان تكون ما بين قدرة الفعل وقدرة الانفعال وفي الحقيقة الانفعال ما هو بقدرة في المنفعل لكن التعابير هكذا تكون وهكذا تأتي فما بين قدرة الفعل والانفعال تترتب المراتب والدرجات في كل هذه الموجودات وفي كل هذه الكونيات ومن هنا فهناك النور الأنوار وهناك النور الذي هو دون ذلك النور في المرتبة والدرجة اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وأنور النور إمام زماننا إلهي إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا الذي يعرف إمام زمانه فإنه يعرف الله معرفة الله معرفة إمام زماننا كل الأدعية هذه مضامينها أنا جئتكم بأمثلة وما وقفت طويلا عند هذه العبائر كل جملة من هذه الجمل بحاجة إلى حلقة أو أكثر كل مفردة من هذه المفردات بحاجة إلى حلقة طويلة مفصلة إلهي هذه مناجات التوحيد البناجات الشعبانية هي مناجات التوحيد وهذا هو التوحيد الحقيقي هذا هو توحيد محمد وآل محمد حينما اخترت مناجات العارفين لأنها مناجات توحيدية وحين اخترت المناجات الشعبانية اخترت اخترتها بقصد وحكمة وعناية ودراية لأنها مناجات توحيدية الهي الهي والحقني بنور عزك الابهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا الى اخر ما جاء في المناجات الشريفة والحقني بنور عزك الابهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا فطريق المعرفة لا بد ان يكون من هنا طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا وقد اقامني الله وانا الحجة بن الحسن رسالة صاحب الامر الى شيعته ولكن هل من مجيب هل من معتبر هل من مستمع هل من ناطق ينطق بالحق الى متى ستبقون شياطين خروس الى متى الى متى الساكت عن الحق شيطان اخرس كما يقول سيد الاوصياء صلوات الله وسلامه عليه الى متى الى متى ستبقون شياطين خروس ومن المناجات الشعبانية التوحيد الى دعاء كل ملامحه في التوحيد وآثار التوحيد الى دعاء الحسين في يوم عرفة في اواخري ما جاء في هذا الدعاء الشريف الهي الهي امرت بالرجوع الى الاثار فارجعني اليك بكسوة الانوار وهداية الاستبصار حتى ارجع اليك منها كما دخلت اليك منها مصون السر عن النظر اليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها انك على كل شيء قدير لم يبق عندي الكثير من الوقت كي اقف عند هذه الجمل القصيرة في الفاظها الغزيرة في دلائلها ومعانيها ومضامينها اعيد القراءة عليكم الهي الهي امرت بالرجوع الى الاثار فارجع فارجعني اليك هذا هو التوفيق انا اتحرك باتجاه الاثار هذا هو جهدي جهد العاجز بين يديك الهي الهي امرت بالرجوع الى الاثار هذا هو الذي استطيعه فاين توفيقك فارجعني اليك بكسوة الانوار هل هناك من كسوة للانوار تكون غير ولاية علي غير معرفة فاطمة غير العبودية في فناء صاحب الامر هل هناك من كسوة للانوار تكون غير هذه العناوين فارجعني اليك بكسوة الانوار حينما يشرعون يتحدثون عن معاني هلامية عن انوار المعرفة والهداية في فناء القرب والجذب كما عليه اولياء الله عن معاني هلامية لا نعرف رأسها من ذيلها الهي 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 امرت بالرجوع الى الاثار فارجعني اليك بكسوة الانوار وهداية الاستبصار حتى ارجع اليك منها كما دخلت اليك منها مصون السر عن النظر اليها انت اولويتي كل الاولويات تتساقط في فنائك العالية كل ذلك مر علينا في مناجات العارفين وفي المناجات الشعبانية تلاحظون ان الادعية هذه ان المناجيات هذه تصدر من عين واحدة هندسة واحدة منطق واحد ذوق واحد الا لعنة على منهج حوزة النجف هذه الادعية وامثالها ضعيفة من جهة الاسانيد بحسب قذارات علم القنادر النجفي علم المدس ما يسمى بعلم الرجال الذي على اساسه يميز الاعلم بين المراجع على اساسه وعلى اساس علم القذارة الثاني انه علم الاصول على اساس هذه القذارات يقع التحاسد فيما بينهم ويقع التنافس والتقاتل والتهارش يتهارشون عليها كما تتهارش الكلاب على الجيه هذا الحديث قاله المرجع الش المغاني قبل ان تتأسس حوزة النجف قال هذا الكلام في زمان الغيبة الاولى وبقي الحال كما هو في زمان الغيبة الكبرى بل زاد التهارش بشكل اقبح واقبح واقبح وكلما مر الزمان تكشفت عوراتهم وظهرت قبائعهم اعود الى دعاء عرفة المضامين هي هي في مناجات العارفين في المناجات الشعبانية وهنا وفي سائر الادعية الاخرى حتى ارجع اليك منها من عالم الاثار من تلك الاولويات التي ما هي باولويات حقيقية حتى ارجع اليك منها كما دخلت اليك منها مصون السر عن النظر اليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها انك على كل شيء قدير الى ان يقول الدعاء الشريف اله اله علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون اله اله حققني بحقائق اهل القرب وسلك بي مسلك اهل الجذب اله اغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري واوقفني على مراكز الطرار هذه المعاني كيف تتحقق على ارض الواقع تتحقق عبر الجهة التي نخاطبها وذل كل شيء لكم فان الله حين منحهم هذه الولاية منحها لأي شيء لحكمة فحينما جعلهم اولياء النعم وسادة الفيض واوكل الامور اليهم وجعلهم خلفاءه على هذا الوجود فكل شيء لابد ان يتفرع عن القانون هذا الذي جاء مذكورا في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم فاذا اضفنا القانون الاخر اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم الاياب والحساب ليس في يوم القيامة فقط صحيح ان الاياب والحساب في يوم القيامة من اوضح مصاديق الاياب والحساب لكن القضية لا تقف عند يوم القيامة ولا يقف الامر عند بني البشر اياب الخلق الخلق كلهم هذا الامر يرتبط باصل وجودهم ويرتبط باسباب بقائهم ويرتبط بعلل نمائهم ويرتبط باسباب اندثارهم ورجوعهم ويرتبط ويرتبط باسباب فنائهم ويرتبط باسباب عودتهم بعد فنائهم ويرتبط بارزاقهم وما يترتب على ذلك في كل تفاصيل شؤونهم من مبدئهم الى معادهم اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم هذا القانون اجمعوه مع هذا القانون وذل كل شيء لكم سنعود الى الركن الثالث من اركان التوحيد والمناجيات تتحدث بشكل مباشر عن الركن الثالث من اركان التوحيد التوحيد في افق عقيدتنا بمحمد وعلي وفاطمة وابناء فاطمة من المشتبى الى القائم انهم ائمتنا جميعا صلوات الله عليهم الهي اغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري واوقفني على مراكز الطرار الهي اخرجني من ذل نفسي وطهرني وطهرني من شكي وشركي قبل حلولي رمسي بك انتصر فانصرني الدعاء طويل الدعاء طويل وتلاحظون انتصرى ان مضامين هذه المناجيات تتحدث عن التوفيق فكل هذا لا يكون من قبلي وانما بتوفيق من باب التوفيق وباب التوفيق هو امام زماننا اين باب الله الذي منه يؤتى هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف اين السبب المتصل بين الارض والسماء اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء ما هكذا نخاطبه ما هذه المعاني واضحة هل احتاج ان اقف عندها والوقت يجري سريعا ولقد تحدثت عنها كثيرا وساعود اليها ولن اتركها حتى اخر نفس من انفاس حياتي لاحظتم المناجيات انها مناجات العارفين والمناجات الشعبانية وما جاء من مناجات في دعاء يوم عرف المضامين واحدة والتوحيد صارخ وبشكل واضح في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هو هذا الذي يقودنا الى مضامين الخطب العلوية في التوحيد وما جاء عنهم وهم يحدثون اجمعين في افق التوحيد الاول في اجواء الركن الاول من اركان التوحيد في عقيدتنا التوحيد في مستوى ما قبل الحقيقة المحمدية ما فوق الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء فكل ما قالوا وكل ما اخبرونا به يوصلنا الى حيرة المعرفة الى حيرة الحب الى حيرة التوحيد من خلال هذه البوابة من خلال التواصل مع محمد وآل محمد عبر ادعيتهم عبر مناجياتهم عبر كل الاسرار والمعارف التي وضعوها لنا في هذه المنظومة الهائلة من الادعية والمناجيات والزيارات الشريفة هذه بوابة يفتحونها لنا كي نتواصل مع مضامين كلامهم في التوحيد في الافق الاول كي تتمازج حيرة المعرفة وحيرة الحب وحيرة الود وحيرة الحقيقة في فناء التوحيد تتمازج هذه المعاني عبر ولايتنا لهم عبر توجهنا لهم حينئذ نتذوق معنى التوحيد وهذا هو مرادي من أن التوحيد في مرحلة التأويل يختلف اختلافا واسعا وكبيرا جدا عن التوحيد في مرحلة التنزيل التوحيد في مرحلة التنزيل كان مجتملا على الركن الأول فقط ومن هنا حين ننظر إلى ما يتحدث به المخالفون عن التوحيد يتحدثون بشكل سطحي خصوصا أولئك الذين لا يخلطون حديث الفلاسفة وحديث الصوفية بحديثهم حينما يتكلمون عن التوحيد الذين يعتمدون على ما جاء عن الصحابة فقط فإنهم يتحدثون بحديث ساذج جدا وساذج وساذج إلى أبعد الحدود ومع ذلك هو محرف عن التوحيد الذي كان في مرحلة التنزيل التوحيد في مرحلة التأويل هو هذا الذي حدثتكم عن في أركانه الأربعة تقريبا إلى هنا تم الحديث عن الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيد هي هذه الأركان متداخلة فيما بينها متواصلة مع بعضها لكنني فصلت فيها وجعلتها مفصلة وجعلتها في عدة نقاط لأجل أن تفهم ولأجل أن أكون قادرا على بيان معناها وشرحها لأجل هذا وإلا فهي تتواصل في حقيقة واحدة وهذا سيتضح لنا في نهاية الأمر إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي ترجمة نانسي